حكى الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان ما يغني عن التحليل أنه موضوع فلسطين موضوع قوى المقامة موضوع محور المقامة موضوع دعم المقامة هؤال على ضريح الشهيد الجنرال قاسم سليماني أنه نحن موجودون هذه الجمهورية موجودة قوة الجمهورية موجودة عزة الجمهورية موجودة ببركة هذه الخيارات التي جسدها الجنرال قاسم سليماني والتي قامت على دعم فلسطين وحق الشعب الفلسطيني ومقاومة الشعب الفلسطيني وقوى المقامة في المنطقة وهذه ثوابت غير خاضعة للنقاش بالنسبة للجمهورية الإسلامية لكن أنا أريد أن أضيف أصلا أنا كنت بإيران بكانون تاني وخلال زيارتي كان عندي ندوة بالمعرض الإعلامي وبحكم علاقاتي السابقة بيحضرني الطرفين يعني الإصلاحيين والمحافظين رغم يعني أنني في السياسة أميل إلى المحافظين وسياستهم في الجذرية الراديكالية اقتصاديا أو سياسيا حتى لو كان سياسة أخرى تناسب إيران لكن أنا يعني كخيارات مبدئية عم بحكيين مش كخيارات للسياسة الواقعية أنا مش مرشح رئاسة في إيران أنا عندي خيارات بالمبادئ وبالمبادئ أنا مع فهم جليلي الاقتصادي ولست مع نظريات قليباف وبوزشكيان وأنا مع فهم جليلي للأمريكي الذي لا يؤثق به وأن علينا أن نمضي قدما في بناء مصادر القوة وأن نستثمر على قوة التقامة وسيأتي الأمريكي عاجلا أم آجلا وعندما يدق بابنا هو بعروض مقمولة نفكر ندرس ونرى عندها أنا مع هذا لكن ما نتحدث عنه الآن هو الواقع فكنت عندي أكثر من ندوة وكان فيه هذا وكلها غزة يعني أنا كل الدعوة أصلا والمعرض الإعلامي اللي بالمناسبة كانوا منظمين وإصلاحيين يعني والشركات المشاركة حول الذكاء الصناعي وحتى وكالات الأنباء يعني وكالات أونلاين يعني خبر أونلاين مثلا الخبر وكالات خبر اللي أصبحت الأولى وسابقة كل الوكالات الأخرى معروف أنها إصلاحية وبإيران بيحكوا مع بعضهم برياحة وبأرياحية وعادي فكانوا موجودين في الندوة وكان هناك من الإصلاحيين إجماع أن موقف الجمهورية الذي قاده الإمام وترجمه الجنرال سليماني في دعم حركات المقامة وقالوا والذي كنا في كثير من الأحيان نعترض على حجمه وكنا نقول في أحيان كثيرة أنه إيران أحق بهذا المال نحن كنا على غلط والإمام والجنرال سليماني كانوا على حق الآن نحن نجول المنطقة برؤوس مرفوعة أمام شعوب تشعر بالخزي والعار لمواقف حكوماتها نحن الدولة التي تستطيع أن تقول لكل العالم نحن من وقف مع غزة نحن من يمد المقامة بالمال والسلاح ويتحمل الضغوط والملاحقات وخطر العرب من أجل وقفتنا إلى جانب فلسطين وبالتالي منحتنا هذه الجمهورية بهذه القيادة بهذا النهج الشعور بالفخر والاعتزاز أنا أريد أن أضيف على هذا الشيء أريد أن أقول هذا موضوع شعبي بإيران 99% من الإيرانيين اليوم هذا هو شعورهم تجاه المقاومة وخيار المقاومة لكن أريد أن أضيف عليه بالسياسة أي سياسي ونحن نحكي عن رئيس جمهورية يعني نحكي عن رجل سياسي من الطراز الأول جاي بده يدير دولة هذه الدولة حتى لو هو محكوم بضوابط أو مش محكوم بضوابط ولو محكوم بتوازنات أو مش ما بده يفترض هو طليقه اليدين طيب أمامه تراكم قوة حققته إيران خلال الفترة الماضية بيبددوا يعني والله بيستثمر عليه أنه إيران اليوم لاعب دولي مش بس لاعب إقليمي بعد الرد الإيراني الرادع أمريكا هربت من المنطقة من قدامها وبسكت إسرائيل من إيده وقت لا أوعد ردي لأنه إذا رديت ستدمرك إيران وأنا لن أستطيع مساعدتك هذه المرة لأن إيران كانت واضحة الرد على الرد سيعني ردا أشد قسوة وإذا دخلت أمريكا فسوف تدفع الثمن في قواعدها ومصالحها في المنطقة فأخلت أمريكا بالمعنى الاستراتيجية نعمول بمعنى لمن اليد العليا في الردع في المنطقة أصلا أحد أسباب هلا أنه أردغان راكد على مصالحة سوريا بمبادرة روسية لأنه شاف أنه اللعب مع الأمريكان خسروا كان متكافئا نديا لإيران في من هي القوة الاستراتيجية الصاعدة في المنطقة نزل إلى أسفل السافلين بسبب التباين في كيفية التعامل مع ملف الحرب في غزة علما كانت لديه كل المقدمات يعني من علاقته التاريخية بحماسه وانتماؤه إلى بس علاقته بإسرائيل وعلاقته بأمريكا هي التي حالت لكن في الحصيلة الآن إيران في هذا الموقع طيب أنت رئيس جمهورية المنطقي والطبيعي وواضح أنه اللي بيحضر له مناظراته للسيد بزشكيان يعرف أنه يتحدث عن عقل سياسي يعني أنه مش بس حد جواد ضريف ومش بس حد الرئيس الروحاني والرئيس خاتمي وكلهم وطنيون إيرانيون مخلصون للجمهورية لكن من زاوية نظرتهم وفهمهم كلهم يقولون أن إيران اليوم راكمت موقع قوة استثنائي ممنوع التفريط فيه ويجب الانطلاق منه والتأسيس عليه اشتركوا في القناة